هنسيب التربية وهل أهمسك لنقطة حضرتك قلت مهمة جداً هي لما يكون خلاص بنخرج من علاقة سامة وفيه أعراض لانسحاب ما أنت شعرف تسيطر عليها بتعمل إيه؟ إيه الأدوات اللي يعملها الشخص اللي بيبعد عن العلاقة السامة سواء خطوبة أو جوال أغلب الناس لما بتطلع من علاقة عايز يخلص منها ومنقصرها بسرعة إزاي بقى بسرعة؟ تمام هي مجيش بسرعة؟ مجيش بسرعة في مشاعر طبيعية لو إحنا كتعملنا لها كابت أو حاولنا نتخلص منها مبكر بتفضل جوانا وبتتخزن في العقل الباطن وبتظهر لنا على شكل أزمات زي ما بتنضفش الجرح كويسة بالضبط كده فيفضل كل شوية الجرح ده يحصل فيه عدوى والعدوى تنشط تاني خاصة مع ضعف المناعة ضعف المناعة بالنسبة لنا في النفسية إنه يتعرض لسترس أو يتعرض لضغوط حياتي طب يعمل إيه بقى؟ الشخص ده أقوله خليك وعي قوي اقبل إن أنت كان فيه إحباط اقبل التغيرات النفسية خد وقتك في التغيير والقلق والتغيير في الغالب هيبقى معاه قلق والقلق ده يخليك تحس إن أنت مش مرتاح لإن الناس بتبقى فهمة إنها بتدور على الراحة أنا في العلاقة مش هدفي أدور على الراحة على طول لإن أحيانا لما بقوله اشتغل على نفسك شوية تاني مش هوية مجهود ما تشتغلش على قدامك إحنا في الغالب اللي إحنا بنشوفه إن اللي بيشتكي هو اللي بيجي الطرف الثاني اللي ما عندوش معاناة ما بيجيليش العيادة ما بيشوفوش وحضرتك إذا ما إحنا عارفين إحنا الثقافة بتاعتنا لازم نحترمها كويس في الغالب الستات اللي بتيجي هتشتكي من نمط العلاقة فده اللي إحنا بنشوفه في الغالب يعني لكن الراجل ما بيجيش هل المؤذي ما بيحسش إنه هو مؤذي؟ هو مش مؤذي هو لو حس إنه هو مؤذي هيبقى هو بالضبط كده هيبقى عنده شعور بالزنب وهيبقى عنده هو ما عندوش كده هو شايف إنه ده نمط الطبيعي وده اللي إحنا بنسمعه في الأغلب إن هي بتعمل إيه؟ ده هي عادي زيها زي زوجة زيها زي أي وأم بتعمل اللي عليها أو ده النموذج اللي هو شافه في بيته أو ممتاز جدا هو ده النموذج اللي شافه في البيت عشان كلا ما بيجي حد يشتكي من إنه عنده مشكلة في العلاقات بتاعته بقوله هو الستة اللي في حياته شكلها إيه بالضبط يعني بتقوله على الستة الرومود اللي عنده أو النموذج اللي هو فتح عينيه عليها الأم الأخت بتعامل معها إزاي السيتات تقول أنا ما عرفش ما عرفش إزاي طب إحنا اخترنا بعض إزاي طب إنت ارتبطت بيه إزاي كنت تعرفه إيه السؤال الأهم دايما هو سلبياته إيه تقولك في البداية ما كنت شايفة العيوب كنت شايفة هو ده الشخص اللي أنا بأتمنى ومعرفش فعش أدخل علاقة وأنا مش عارف إيه مشاكل الشخص ده أو عيوبه وهتعامل معها إزاي لإن إحنا كلنا كبناء أدمين أو كل إنسان فينا لهم مميزاته العيوب عشان كده دايما بقول الناس المقبلين على الزواج لازم يدخلوا بيوت بعض يشوفوا ترابوا إزاي ثقافتهم جوه البيت الأب والأم بيعملوا بعض إزاي عشان يبقى عندنا تصور للسياسة اللي هتبقى موجودة جوه البيت بعد كده أو لنمط الحياة هو ده النمط اللي مر بيه هو كمان يعني هو ده الرمط اللي نشأ عليها شاف الأب بتعامله مع الأم إزاي شاف الإخوات بتعامله مع بعض إزاي فأنا كزوجة أبقى عارفة هو شايف الست إزاي طيب أنا عايزة روح بقى لنوع من أنواع البنات اللي عندها زي ما نقول مش هسميها متلازمة بيبقى عندها معاناة من سنين مراقتها الأولى اللي دايما تشتكني أنا ما عنديش صحبات صحباتي كلهم بيسيبوني ما بيعاش لهاش صحبة زي ما بيقولوا مش عارفة تعمل كوميونيتي مش عارفة تعمل مجتمع خاص بيها فشلة في أن هي تكون صدقات أو علاقات حقيقية قوية هي نفسها اللي بتفضل بعد كده تحاول أن هي تدخل في علاقات كتيرة قوي بعد كده بتقابل بالرفض فتتدمر ثقاتها في نفسها تبتدي تقدم تنزلات أكتر تبتدي تنصحق أكتر تبتدي أن هي تحاول تلعب دور المنقذ تحاول تلعب دور أسبرينة في حياة حد فدي جوة نفسها خلاص أصبحت شخصية هشة جدا تدمرت نفسين عشان تطلع بقى من الدوامة اللي هي عملة تغرق فيها دي تنصح بإيه اللي حضرتك قلتي كاسمات شخصية من البداية هو ده بأحد مظاهر الناس اللي هيبقى عندهم مشاكل في العلاقات بعد كده وهيبقى عندهم أعراض من التعلق المرض اللي هو بتكرار نمط العلاقة السلبي اللي هو الشخص فيه فده في الوقت ده ببقى عاوز أقول له إن مش الحل إنك تروح تدخل في علاقة لمجرد إنك عايز تكون في علاقة إنت لازم تبقى فاهم إن انت زي ما كنا بنقول حالي ممكن يبقى أحيانا إن انت لوحدك تبقى أفضل مش لازم تكون في علاقة فخلي بالك الهدف إيه من العلاقة إنك ترفع الضغط فيه ناس كتير بتتجوز علشان ما تبقاش ما تجوزتش قدام الناس فده مش حل الضغط المجتمع الضغط المجتمع الضغط المجتمع علينا مومتها وباباها من شخصية البنت أو الولد اللي بيعيش لهش صحاب ده يعني بعلق بقى منه هو من شخصيته ولا بيعيش لهش صحاب ما هو جزء من التعلق أو العلاقة القوية في البداية الأمنة هيبقى مقصود منها إيه؟ إنه هو بقى اجتماعي فيقدر يدخل أي علاقة وهو سكيرت لأنه سقطوا في نفسه سقطوا في نفسه واعتزازوا في نفسه بدأ معاملين من أول ما خد الاهتمام طالما حصل على اهتمام الأم وحصل على اهتمام الأسرة هيقدر يدخل أي علاقة بعد كده فعلشان كده احنا بنقوله الأم ما تضغطش ابنك أو بنتك إنه هو يخش في نمط علاقة هو مش حابب إنه هو يعمل ليه لأنه ممكن يكون العزاله ده له أسباب أو دوافع نفسية عنده هو محتاج إنه احنا نتعامل معها فبدل ما أقوله أروح أعمل علاقة هو أنا هشوف هو ليه ما بيعملش علاقات لو هتسلم حد سوي للعلاقة دي ولا هتبتلي غير أجل وده الأهم وبذل أنه أنا هورطه أكتر وأحطه تحت ضغط نفسه أكتر فممكن يبقى أعاد الوحدة بالنسبة له في وقت من الأوقات كان مفضل ومريحه ومخليه حاسس إنه هو نفسيا متزن ونصيحة بقى عند الجواز ما يشهد دكتور يسمح لينا أنا أتدخل وقول نصيحة بقى من وقع الخبرة أي واحدة هترتبط أو واحدة يرتبط يشوف الطرف اللي هو مشروع المستقبل في الجواز ده صدقاتها عاملة إزاي معها؟ صدقات مكملة؟ ولا ما فيش حد مكمل معها من زمان؟ ببقى مؤشر هذه مؤشرات سيادوكسة جدا نفس الوقت طبعا خلص يا دكتور أمجد بنورتنا دكتور أمجد كبر